بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم مرة تانية أعزائي الطلاب في مقرر علم النفس الترباء واليوم بنتناول الفطل الثاني اللي هو يتعلق بطرق البحث في علم النفس الترباء لابد الأول نحن نعرف يعني إيه طريقة بحث أو منهج بحث منهج بحث يعني مجموعة من الخطوات العلمية اللي يجب على الفرد أو الباحث أنه هو يلتزم بيها عندما يحاول أن يدرس ظاهرة أو موضوع معين هندرس طبعاً ثلاث مناهج عندنا أساسية المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التجريب خلينا في محاضرة اليوم نركز على أول جزء وهو المنهج التاريخي تعالوا نشوف المنهج التاريخي يعني المنهج التاريخي هو عبارة عن أحد هذه المنهج اللي بتهتم بالأحداث والوثائق اللي بتحدث في الماضي من خلال نحن نجمع معلومات وأدلة حول هذا الموضوع مثلاً عايز أتكلم عن التعليم في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام يبقى مطلوب مني أن أنا أرجع للمائة عام السابقة أجمع الأحداث أجمع الوثائق أخذ معلومات أجمع أدلة حتى أستطيع أن أدرس هذا الموضوع اللي هو موضوع التعلم في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ده المنهج التاريخي طيب السؤال الطبيعي اللي يسأله الشخص طب خطواته إيه نعمل إيه إيه اللي نعمله عشان نستخدم المنهج التاريخي أول خطوة لابد أنك تختار الموضوع تقول لأن عايز أختار مثلاً موضوع التعليم في المملكة خلال مائة عام يباً أنت حددت الموضوع طيب أبدأ أكتب أهدافي أهدافي من الموضوع عايز أعرف يعني التعليم في المملكة يبقى ثاني نقطة أو ثاني خطوة اللي هو تحديد الأهداف هل التعليم في المملكة للبنين ولا البنات هل التعليم في المملكة من ناحية استخدام التكنولوجيا ثم أبدأ أجمع المعلومات للخطوة الثالثة ثم أبدأ أنقض هذه المصادرة أشوف إيه المصدر الموثل اللي يمكن الوثوق به وإيه المصدر اللي ممكن تجنبه اللي هو الثقة في المصدر ثم أسجل هذه البينات وأفسرها ثم تأتي الخطوة الأخيرة اللي هي كتابة ملخص البحث طيب تعالوا نشوف النشاط بتاعنا في هذا المنهج وهو المنهج التاريخي بعد أن احنا تعرفنا على تعريف المنهج التاريخي وخطواته هل يمكن استخدام الأهداف التي نسعى إليها من خلال المنهج التاريخي هل نستنتج الأهداف نكتب إيه أهداف المنهج التاريخي طبعا إن شاء الله يكون الموضوع سهل لكم أشكركم ونلتكي المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته